وقفت على قريتها رانا رانا علاء رانا بتجرب على اختراق بتسلم رانا لفاطمة محاولة تصويب سلاسي واول سلاسية لنادي الجزيرة والسلاسية الاولى من نصيب محترفة الفريق بيتسي بتسلم مجددا رانا علاء وبتسلم رانا للفئي على تصويب تحت ضغط الوقت وسلاسية ايضا لصالح فاطمة هاني للفئي وقفت على الكورة الجزاوي الجزاوي والدريب الموجود على تصويب من جديد والتصويبة وهي تصويبة وهي السلاسية خلي بالك عشان نادي الجزيرة دي تالت محاولة ناجحة من تصويب سلاسي بيوصل للنقطة رقم 13 بتسلم لتمارة دخول تخرج الكورة تمارة على تصويب سلاسية لا النهاردة السلاسيات ماشية والمرة دي عن طريق الفئي اللي بتسجل السلاسية التانية اللي هي أولى اللي بيحصل الجزاوي عملته الجزاوي بتسقط تحت الحلقة توصل الكورة لمين اللي رانا؟ رانا بتنجح في التسجيل رانا ودي أول نقطتين أدي وصلنا للنقطة 22 رانا علاء تصويب سلاسي بتنجح المرة دي كمان جانا الشامي إنها تستلم ردوة بتخرج الكورة ردوة للفئي محاولة تصويب بتنجح عاية الفئي في رفع راصدها للنقطة 16 ريم بتسلم أسرار لريم تاني تدخل ريم تدخل ريم هو يجي لك ريم ريم دخلت وسجلت نقطتين لنادي سبورتنج قطرة الثالثة وسبورتنج يعود 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 استلم التاني شايفين الجزاوي على تصويب المرة دي بتنجح هيا السلاسية سلاسيات نادي الجزيرة هي الدوة تصويب عايز التسجيل من اختراقات والبنات طبعا بتنفذ الكلام شايفين الكورة الكروس معمولة ازاي وادي محاولة تصويب سلاسي المرة دي يا نرهان خلينا نقوله نرهان نرهان دي محترفة نادي الجزيرة بت بتحاول إنها تدخل وتخترق وبتقف وبتشجل سلاسية عندها نسبة مرتفعة كابتن عمرا عاصم من ثواني نعم ادي ريم وفع كورة على تصويب سلاسية نرهان 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 الكورة بتصالحها ترجمة نانسي قنقر